اتمنى الدور الانجليزي للكورة القدم كورا ببطوعة والعجب الأول الكورا بفنو العربين السناء اللي قال دي مدرسها فأوروبا الدوري تعيش معاه اتفرق بقى على الأستزعى تحليل خطير مش أي كلام عميد وصف وحزن إمام يعني الموضوع ما فيهوش لزار ستارزوف فانتازي اليوم انا معاكم بقى في حلقة دي جاء من ستارزوف فانتازي من البيت زي ما قلنا للناس كلهم يقعد في البيت فالنهاردة قرأتنا وحزن وميدوا لنعمل لكم الحلقة من البيت كل واحد يتكلم وكل واحد يقول وقدت لهم فرصة النهاردة ان هم كمان يكونوا موزعيين ويردوا ويجاوبوا والأبناء بقوا لازم نفرح بهم مفيش أي مشكلة خاصة حزن في النهاية قاعد البيت في الصحراء وطبعا نستخبي وميدوا عمل حالة اعتكاف في الجنى مفيش مشاكل خلص والجو هناك تمام من البحر للبيت ومن البيت للبحر فقلنا نعمل حلقة كل واحد في منطقة طبعا هو تحدي كبير تحدي كبير انه عشر تيام ان شاء الله بإذن الله ونعمر الى بر الامان محتاجة شوية صفر ومحتاج ان نكون كل واحد موجود في البيت ومحتاج ان كل واحد يتكلم أولاده ويتكلم معهم بشكل كبير حيث انه عمل مجهود كبير جدا 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 عندي الليلة بتتمرن كرة ويسين بتتمرن على السطح فوق في الجنى وعملين شغل كويس الحقيقة دي من الايام الليلة جدا ان انا غيرت فيها كل طبعا حتى ما اتكلم مع حزن وميدوا حزن وميدوا مختلفين ممكن يعوضوا في البيت انا ما اعتقدش ان في حياتي كلها عاد يوم او دوة البيت بتكروها بالنسبة لي كبيرة جدا بعمل كل حاجة باتمشة واجري ورع برياضة ويعني عاملين شغل وانا من هوات الافلام والافلام القديمة ما بيدوي سود شغال الحاجات الهبطة شغال اي افلام انا فيها عضو عندي كمان ميزة ممكن اتفرج على الفيلم وعيده اتفرج عليه وعيده يعني مثلا ايه الفيلم اللي ما اتفرجتش عليه اتفرجت عليه بخمسة وخمسين مرة اردوا وجهات نظر وقنعات بما بتاعكم النهاردة شغل النهاردة جديد تماما انسوا بقى للستوديو والكراسي والحاجات قصة مختلفة تماما وحشتنا طبعا الكورة ان شاء الله بإذن الله ترجع الكورة تانية اللي كنا بنستمتع بها الكورة حياة مش الكورة بالنسبة للمصير والعالم كله احنا كنا شغالين عن دور الانجليزي بشكل كبير والدوري برضو المصري ان شاء الله بإذن الله يرجع وفي كلام دور الانجليزي يرجع في يوم تلاتين نتمنى ان اللامبا يعني تبطي لي كده تنور ونشوف ان شاء الله بإذن الله اللي جاي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا احنا ممكن كنا نتكلم على الواحد يقعد في البيت ما ينزلش لكن نهاردة احنا عاملين فيديوز من البيت عشان احنا منتزمين بقرارات الدولة ومنتزمين بقرارات الصحة العالمية وكل قرارات اللي بتقلل من انتشار الفيروس فعملين نهاردة حلقة جديدة ممكن هتأثر على اكيد مستوى الصورة ومستوى التفاعل لكن احنا متزمين زي ما بقول بالشغل اللي الناس عام لها الجويد الدولة اللي بتعملها الجويد الناس كلها اللي هي لازم طعب في البيت تختلطش الناس كتير هخليك دايما ايجابي دايما عندك مسؤولية وده اللي بحاول نعمله ان احنا نعمل النهاردة حلقة شكلها جيد شوية هنتكلم انا الواحد يوميدو وصيف ونحاول نتكلم في حاجات كتيرة النهاردة اللي هيكلوا واحد في بيته عشان دايما هو اللي احنا عايزين الناس كلها اللي تفرج علينا تتعمله ويتمنى ان شاء الله بإذن الله الحلقة اعجبكم شكلها جديد وغريب شوية بس زي ما قلت ظروف ان كلها لازم عندنا مسؤولية المجتمعية بتاعتنا ان احنا نحافظ على بلدنا نحافظ على صحتنا النظافة الشخصية بقت مهمة جدا 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 يا جماعة نركز في الحاجات دي قوي الحاجات دي هي اللي هتفرق معنا جدا ان شاء الله اللي في الاسابيع القادمة بإذن الله في الحد من الفيروس والتشار وبإذن الله خليكم معنا ان شاء الله تبقى حلقة بإذن الله جديدة ونحاول نعمل حاجات جديدة عليكم بإذن الله دي مش مبادرة بس بنقولها نحن فعلا عاديين في البيت وعشان كده قررنا ان احنا نعمل الحلقات اللي جاية وكل الفترة اللي جاء لها نخلص من المضادة ان شاء الله على خير من البيت انا بصور من البيت وصيف من البيت وحازن من البيت وبنحاول ان شاء الله نحن نحاول نقدم نفس الشغل اللي كنا بنقدمه انا شايف ان كلنا علينا دور دور اهم بكتير من الدعم المادي والدعم المعنوي دور التوعية ان احنا لازم ان احنا بفيه التوعية من كل ومن كل اللجوم بكل المجالات لان هذا دورنا من الحقيقي اتجاه المجتمع ولو فيه اكتر من كده نقدر ان احنا نعمله ان احنا نقدر بعد كده ان احنا فوقت ننزل الشارع ونساعد الناس وان احنا نساعد بنوك الطعام وكل الكلام ده فوقت ملاقات هنعمله بإذن الله لو نقدر الله دخلنا في الفيس ده ودخلنا في الحتة في الحتة دي كان ليه دور مع الفيفا ان كان فيه كامبين وحملة بجميع لوقات العالم فكنت امت بسان الجابر مابودين باللغة العربية بنعمل توعية للناس بالاشتراك بالاشتراك من منظمة الصحة العالمية وسعيد جدا ان انا مابود في الكامبين دي والحملة دي انا ملتبك يمكن في ساحة العجمرة كان حاجة سياسية ومتحصل زي حظر تجول وكنا في القتل روحنا الماضي وقعدنا الاربعة ايام ورواحنا بس كنا خايفين قلقانين شوية الحاجات دي سامفتش ومعظومة يعني كانتش معروفة او نقعد في الجبل فوق معزول تماما ويمكن ايام ايام كانتش يبقى انترنت مش حاجة خالص بتروح بالتمرين بتقرأ الكتاب طبعا معك كرآنك اكيد بتقرأ فيه لكن ما فيش اي انترنتمج كنا ساعد ملعب بلاي ستيشن كتسا طالع انا في اي كبير فهي دي الحاجات اللي كانت الحاجة الوحيدة لانترنتمج لكن بالوقت احنا محظوه شوية عندنا حاجة كتير عندنا نتبريكس عندنا واتشيب عندنا اوه اسأل عندنا حاجات كثيرة ده النعمية طبعا بتقرأ كتب قرآنك معك اكيد في الوقت ده بتقرأ قرآن كتير بتقرأ يعني الزيح الغمه بإذن الله ان شاء الله وده اختبار من عبدالبيه شوحة تعالى ان شاء الله يعد على خيئي اكتر وقت كنت فيه شبه عزلة تم ثم لما عملت عملية في ميدلسبر في دابل سبورت سيرني عملت عملية صعابة جدا وما كنتش بغلا تحرق يعني كنتش بتحرقت وتحرقت بصعوبة كبيرة جدا خاصة في اول اسبوع وده الوقت اللي كنت معزول فيه تماما على الناس كانش حد بيجيلي ولا برحل حد لما كنتش قادر تتكلم مع حد كان عندي الام كبيرة جدا ده اكتر وقت كنت معزول فيه قليلا جماعة لدينا يعني نخاف على بعض شوية ولو حد بيعمل حاجة ما الدماغة فيها ضربة شوية للناس اللي حواليه يقول له يا ابني كده بتزود المهرض كده انت بتزود الفراز كده انت بتساعد او بتزيد المشكلة مش بتقللها يعني ربنا كريم ان شاء الله هيكون الكريم علينا بإذن الله تهريك تهريك طبعا اللي حصل في اسكندريا من الناس نزلت بتعمل تكبير وفي أعداد حشدة عشان فيروس كورونا للأسف تضليل وجهل ممكن ندفع كلنا تمنوا لازم الناس تقاط في البيت لازم الناس حتى لو انت بتنزل الشغل انا عارف في ناس كده تقول لك الشغل بتنزل الشغل برضو حافظ على المسافة بينك وبين الناس حاول ان انت بتغسل ايديك كتير ما تلمسش الناس ما تسلمش بالبيت كلها حاجات اجراءات احترازية وحاجات لنفسك والأهلك ولو انت مش خاف عن نفسك خاف على بوك وهم خاف على جدك خاف على جدتك خاف على حماك على حماتك على عمك على عمتك عن ناس الكبار في السن الناس الكبار في السن هم قطر ممكن ان هم يتقذوا ان هم يموتوا من الفيروس والكورونا في ده السغرة بتموت ولكن خاف على اهلك طبعا ما حصل ده تحريق برضو على موضوع حسام عشور والشريك اكرامي طبعا الاثنين نعب حجوم كده عن مستوى الشخص من الدكتير اول الناج الاهلي والكل اللي عمدي يلعب فيها اول مصري في الاهلي طبعا شوك لها في الاهلي جا فاينرد لكن الان على مستوى الشخصي والانسان ناس محفرمة جدا وشخصات جميلة جدا احبوهم جدا حسام يمكن ان بياخد في الرادي بتكلم على حسام عشور وجهة نظري طبعا هو اضرب نفسه كل واحد اضرب نفسه عايز ايه يعني وجهة نظري ان هو سبعة وتلاتين بطولة مع الاهلي ملعبش بريف الناج الاهلي لو هو عايز يكمل كرة وجهة نظري يكمل برا مصر ان هيبقى صعب عليه وعلى الناس ان يشوفوا حسام في مكان تاني هو نفسه هيروح يلعب مطش مع اي فرقة لو اللعب في مصر يعني مش هيحس زي ما كانوا مرضود لو ريع في الاهلي يعني الواحد ريع في الاهلي كنت هايل كنت كويس كنت وحش كنت عالمي المجلات الجاعة والتي كله بيكانوا عليك هتوح تلعب مع فرقة هتلعب ممكن تلاقي ناس انت لو بتلعبش ليوتكم ليه تلعب مطش هتلاقي الحاجات لي نفسية اللي ممكن تأثر عليك خاصة اللعبة اللي تبقى طول عمرها في نادي فانا هو يتنظري له هو عايز يلعب برا مصر او هتازل جوه النادي الاهلي شريف يبكي المنضوع مختلف شريف جون حارس مرمى عز مرمى بلعبش كتير والتاني شريف لو لاعب في اي حتة تاني هيلعب وعين شريف لاعب في الجونة قبل كده بلعب في فاينوت ما لعادش في نادي الاهلي طول عمر فممكن شريف يلعب في نادي تاني لكن اعتقد شريف هيبطل دم هيبطل يعني هيبقى كادر مهم جدا في مصر مش في نادي الاهلي بس مش في الدماغه كويسة بيفكر كويس والكورة بيفكر كويس حاربين مع زملاءه بشكل كويس ايه كم العادة مع شريف كتير واحنا في كاس العالم وفي منطقة مصر يوجد عنده رؤية كويسة جدا في شريف لا ممكن يلعب في نادي تاني ممكن يتعلق في نادي تاني بس هيرجع النادي الاهلي وهيبقى اكيد يوم من الايام حاجة كبيرة في نادي الاهلي او لمصر كلها بشكل عام في الكادر الاداري تحديدا يعني انا مؤمن ان كل فريق محتاج سبورت سايكولوجيس طبيب نفسي رياضي وده علمي موجود في كل حده فممكن لكن ما اعتقدش ان الفرق المصرية هتاخد في القرار ده لان للأسف اللعيبة في مصر بتاخده بموضوع الدكتور النفسي ده بستهزاق وابتاخده بطريقة فيها سخرية كبيرة وفيه اللعيبة بتفتكر ان انت كلا فاكر ان هم مجانين يعني ان انت جابلهم الدكتور نفساني فمعتقدش الانده هتخش في السيكل ده موسيقى 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 يمكن اقوى دوري في الدوري او الدوروات اي لان بحب ها دوري الايطالي السنادي من احلى الدوريات واسطا دنیا وإفك mejor يمكن او sever يمكن اقوى دوري. او فيه منفسة جدا يوجد يتarness من بعيد لكن فيه منفسة موضوع مش منتهى يمكن طبعا كلنا بنحب الدور الانجليزي لكن السنادي كان منتهى بشكل جيل دوري تكون生يد دوري فرق الناخط كبير جدا حوالي 25م هكي للانجليزي فيه متعة اكتر بتفرج عليه ليه كده خصائصه الداخلية ولكن اكيد دوري الانجليزي وخاصاتنا وجود صلاح والترزيجيه آآ من دي رونك مختلف لنا يعني فاكيد دوري الانجليزي كمتعة اكتر لكن انا بحب الدوري الايطالي على مستشخصي بتابعه برضو زي الدوري الانجليزي. اكتر دوري في العالم طبعا مفتخده حاليا بالنسبة للسانية الدوري الايطالي. كانت منافسة كبيرة جدا بين لاتزيو وينتر ويوفي وما بس طبعا مش مع فكرة ان لو الدوريات وقفت ان انتاخد الترتيب بتاع دلوقتي والتوج اندية والاندية تنزل لان ده في ظلم كبير جدا واي حاجة متمن تحصل في الكوره حتى لو فارق النقاط فارق كبير. وانا عارب ان اذا ولكن ما ننساش ان فيه دوريات في مصر اتلغت قبل كده فيه سنين مواسل اتلغت وما تمش تطويق البطط يعني اعتقد في السنع بتاعت فييرا اللي كان فييرا مدارب الزمالك فالزمالك متصدر البطولة بقى كانت دولة اتلغت وما تمش اعطاء الزمالك الدولة فانا ضد طبعا ان يتم اعطاء اي فريق متصدر البطولة الدولة مهما كان في كل الدولة اتلغت طيب من الحاجات الاعالة البطولة اتخذنا اكيد من فرع تفشون كتير او على الناتو الابليكيشن كتير جدا يعني اتلغت من الحاجات اللي بتفرع عليها بطير اوي افلام او مسلسلات من الحاجات اللي بتكمل فيها طويلة اوي لكن يعني بتفرع عليها كل شوية اه في حاجات كتيرة برضو فيه تمثيلية على شاهد اسمها اللعبة بتاعت شيكو والشام ديامدة جدا بتفتاحك جدا بفرج عليها كتير يعني في الحالة الاشيين تاريون هم نقع يعني اكيد كران كل يوم طبعا بنحاول نقراش وانات كران برضو اكيد لطبيعي لك انا متكلم بقى في يورد دي يعني اه مع الولاد بنلعب نتيت انا عبد بالعب في البيت عشان نحدي حافظة على وازلنا ولا حاجات دي لكن من لي من اتفرج زي ما وجدت على نافلكس كتير واتشت عامينا عارفة واتشت عامينا شهر اه بلاش لا عايز تفرج على واتشت عشان بتفر يعني عشان قاعدة بالناس برضو اه يعني من الظروف اللي احنا فيها بتساعد فمفتح واتشت لمدة شهر بتفرج على بعض اتلاح مسلسلات كتير اولي كان ما حافظته حاجات في رمضان اتلاح حاجات كويسة كتير اه بس دي الحاجة اللي بعملها مالش حاجات كتير يعني انت حاركش كتير قاعدة في البين باعدة بلعب بساعات بقى كنت شرينها شوية مع بناتي كده ووالذيتي نوازد عادين شوية حاجات مع بعض يعني حاجات خفيفة كده طيب انا عملت فيديو بعمل شوية حاجات كده سويدي شوية في الاولة عشرة عشرة مش كتير يعني اجوته هكذا تعرف تعملها يعني عميد اوسف وحزن امام يعني الموضوع ما فيهش لزار استغل صفات استغل عمال عشان لما اقول لكم جميعا من الراجل ده بيمر بقسمة منتصف العمر تعرفوا ان انا ما بتحكش عليكم فيه في الدنيا حد يعمل تحدي عقلة عجيب عقلة منه انت بقول لي يعني اعمل ايه بس هعمل عشر ضغط يعني ده اللي هم هاي قدر اعمله اخر حاجة ممكن اعمله بس ده الفيديو ده اثبت لنا كلنا ان كرثة حازم امام بيمر بالميد ايج كريزيس عميد اوسف وحزن امام يعني الموضوع ما فيهش لزار استغل صفات استغل عمال حازم اتحدى ميدو حازم تلع العقلة ميدو عمل ضغط انا هروح شوية ناحية ميدو لان في الضغط مش هنصد مع حازم هنشوف كده التحدي ده سريعا وانتو معانا كده شوية كده اوسلسين شوية كده اوسلسين بس شوية كده شوية الضغط بقى كده من بتاع زمان دي كده حاجات بسيطة من بتاع الزمان اشوفكم بقى على الف ميلير المترجم للقناة